سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير هذه سائلة تقول إن زوجها طلقها بدون سبب وبينهما مودة وذلك منذ سنتين ونصف تقول إنها تلح بالدعاء بأن يرده الله فهل هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره أرجو منكم الدعاء لأم محمد كأن الزوج طلق بدون سبب لا شك أنه ملوم على ذلك وقد يكون لديه سبب لا يستطيع أن يفصح به لهذه المرأة وإذا كان بينهم مودة وهذا لا شك أنه موجود بين الأزواج فالله جعل بينهم مودة والرحمة وهي تلح بالدعاء لأنها تحبه بأن يرده الله هذا مطلوب وهذا ليس فيه اعتراض على القضاء والقدر فالدعاء سبب ولا معارضة فيه للقدر فالمقدر كائن لا محالة وبذل السبب مطلوب والدعاء عبادة فإذا كانت تريد الرجوع إليه ولا يرغب في ذلك ودعت الله جل وعلا أن يعطفه إليها وأن يحببها إليه ويرجع إليها لا شك أن هذا من الأسباب المشروعة ولا تعارض مع ذلك مع القدر لا